مدن الجامعية احنا اشترينا عدد كبير جدا من اجهزة قياس درجة الحرارة كل باب او كل مدخل لمبنى من مباني المدن الجامعية يبقى موجود عليه حد بجهاز اي طالب داخل للمدينة الجامعية لازم يتم قياس درجة الحرارة لازم يكون مرتدي الكمامة ممنوع و احنا فيه تعليمات بعثناها للمدن الجامعية ومعلنة في المدن الجامعية ومنشورة فيه داخل المدن الجامعية وكلفنا كل رئيس وحدة سكانية بان هو يعمل لجنة داخلية داخل الوحدة غير اللجنة المركزية اللي انا اتكلمت عليها بتاعت الجامعة كلفنا كل رئيس وحدة سكنية من خلال مدير عام المدن الجامعية ان هو يعمل لجنة داخلية داخل كل مبنى هذه اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة الاجراءات الاحترازية ممنوع اي طالب يتجول داخل المدينة الجامعية بدون ارتداء الكمامة ممنوع التجمعات بين الطلاب في الغرف بتاعتهم الاكثر من عدد معين طبعا التسكين بيبقى فردي او زوجي لو طالب قعد هو زميله في قضة واحدة مع الكمامة مفيش اي مشكلة برضو احنا مش عايزين ان احنا نعمل نوع من التجديد او المبالغة في الاجراءات المشددة احنا بنحافظ على صحة الطالب وبالتالي ولكن في نفس الوقت اذا كان في اجراء معين هيتم زي النشاط مثلا داخل المدن الجامعية احنا لا نمنع عن نشاط داخل المدن الجامعية ولكن نمنع عن نشاط داخل اماكن المغلقة داخل المدن الجامعية انا عندي ملاعب المدن الجامعية مفتوحة الاماكن المفتوحة كتير جدا وبالتالي تقدر المدن الجامعية ورعاية تشوف المدن الجامعية تمارس الانشطة في ظل القرارات الصادرة طبعا في هذا الشأن بحيث ان احنا هدفنا مش ان احنا نقطع نشاط بالعكس احنا دعاية نشاط ولكن احنا الهدف الاساس ان احنا نحافظ على سلامة الطلاب ونحافظ على صحة الطلاب